الصباح الخير يا صبايا ويا الشباب اليوم بنبلش بشيء نسميه هامت هاي المعادلة رح تمر معنا كتير وهي اساس هذا الكورس اللي رح ناخده معادلة هامت ايش اخده اخده هذا البنزويك اسد مع المي اتحلل قدش بلس وهذا الايوان السالب لو اخدت هذا الانترميديات questo هاي هيو ، حاولت اعمل رزوننس بلاحظ انه الشحن السلب هي بتعمل رابط امززوجها بتكسر هاي الرابطة بعطيني هذه الاستراكشرا ما بقدر ادخل الشحن السلب هذه على الحلقة فقط بهادا الشكل بتعمل لي ? بتكسر طلع هذا هذا المركبية الاستراكشرا رزوننس ما الكدرت ادخلured Without subscription على الحلقة سميناه ان داي لكترازوننس ، رزوننس غير مباشر во Они لم ادخلتو على الحلقة بمعادلة هاميت ما رح ندرس الآرثو لأنه الآرثو فيه استيريك أفكت رح ندرس الميتة فقط والبر إذن بمعادلة هاميت الأساسية تحلله بالماء بقينا الأيون السالب والأيون الموجب ما بس لتخدم الآرثو لأنه فيه استيريك أفكت للميتة ولا البارئة معادلة هاميت الصيغة العامة تحتها LoG KxN Simone بتسوي لنا رو سيجما أو LoG Kxh بتسوي لنا رو سيجما هاي بنسميها هاميت إكواشن. راح تكون أساس كل شغلنا خلال هذا الفصل. إذن راح أدرس فقط الميتة والبعرة في هاميت إكواشن اللي هي عبارة عن لوجاريتم كي على كي نود رو سيجما أو لوجاريتم كي على كي أتش رو سيجما وهاي يكونها بنسميها هاميت إكواشن. هلا نجي نفسر بنود أو اللي موجودة في معادلة هاميت لوجاريتم كي على كي نود بتسوينا رو سيجما الكي عبارة عن الريت كونستانت للسبستي تيوتيد كونباون يعني المركب البنزين عليها يا مجموعات دافعة يا مجموعات ساحبة على الموقع ميتة أو بارة فنطلع الريت تابعه كي نود أور كي أتش الريت كونستانت ثابت السرعة للأنصب سوف تتتكبي بعمل البنزين اللي ما عليها ولا مجموعات في الميتة ولا بارة إذن الكاك لحلقة البنزينة اللي عليها مجموعة يا إمه في الميتة يا إما بالبارةpur الركان نود حلقة البنزينة اللي ما عليها ولا شي اصوز رو سيجما هاي الرو بنسميها رئاعتشن كونستانت السيجما بنسميها سبستيتو Kونستانت حكينا أنه السيجما رح ندرس الميتة والبارة بوزيشن عني بشرط أن يكون عندي indirect resonance resonance غير مباشر لأدرس معادلة همت. حكينا الكي ريت كونستان لل substituted compound. الكي نود أو الكي اتش ريت كونستان لل unsubstituted compound. الروري اكشين كونستان. السيجما substituted كونستان للميتا أو البارا بوزيشن. شرط إنه يكون عندي indirect resonance. يكون في عندي indirect resonance اللي هو resonance غير مباشر. نرجع لمعادلة همت كمان مرة لو قريتم كي على كي نود بتسوي لنا رو سيجما. الكي حكينا الرئيس كونستان للسبستيتيوت تكون بوزيشن للمركب المعوض عليه مجموعة يامل ميتا يامل بارا. الكي نود أولور كي اتش. الرئيس كونستان للأنسبستيتيوت تكون بوزيشن للمركب اللي ما عليه ولا شيء. الروري اكشين كونستان. هل الرو يعني ما بتكون قيمتها بوزيتيف أو نيجاتيب. الرو بتسوي لنا بوزيتيف فالي. إذا كانت قيمتها بوزيتيف معناته عندي الانترميديات نيجاتيب انترميديات. إذا الرو كانت نيجاتيب معناته بوزيتيف انترميديات. إذن لما نحسب الرو. إذا كان لسلوب بوزيتيف معناته عندي نيجاتيب انترميديات. إذا كان لسلوب نيجاتيب معناته عندي بوزيتيف انترميديات. بمعنى تاني. إذا الرو كان رقم موجب معناته الانترميديات بتاعي نيجاتيف يعني كاربونيوم إذا كان الر義 نيجاتيف معناته الانترميدعت عندي بوزيتيف مثل الكاربونيوم عيون هلأ بنيجي للسيجما السيجما حكينا أنها ثابت المجموعة المعوضة إذا كانت السيجما بوزيتيف غاليو معنى ذلك المجموعة مجموعة ساحبة للألكترونات إذا كانت السيجما نيجاتيف معناته إلقترون دونيتين غيروب مجموعة دافعة لالكترونات احنا اخذنا بالأورغانيك 2 على البنزين اذا كانت في مجموعة دافعة لالكترونات كانت يتوجه نحو الأورثو والبارا فنحكي انها المجموعة و بتعطيني 2 products 100 أورثو وأورثو وبارا اذا كانت المجموعة ساحبة للالكترونات كنا نحكي انها بتعطيني 1 product اللي هو ايش الميتا. هلا احنا هذك الجدول اللي اخذنا بالأوريجنكتو بدنا ننسى. رح اعطيكو جدول. اريدي اه اعطيتكو ايا المرة الفاتة. هذا الجدول بتطلع على السيجما. اذا كانت معناته اذا كانت معناته معناته وهلا مع الامثلة بتبين. على فرض هلا من الجدول اخذت C2H5O اللي هو ايثوكسي. لو بروح على الجدول العمود الثالث بالجدول سيجما ميتا للC2H5O. بلاحظ انه قيمتها بوينت وان. يعني هي زائد بوينت وان. اذا بينما انها زائد. الزائد ايش معناته? هايها. اليكترون وذي دروين جروب. اليكترون وذي دروين جروب. هلا لما اجي اخذ السيجما. لما تكون بارا C2H5O. نفس المجموعة لكن بالموقع بارا. بلاحظ من الجدول قيمتها مينس بوينت وان فور. اليكترون دونيتين جروب. معنى ذلك انا ما بحفظ حفظ انه والله الايثوكسي هي مجموعة دافع او مجموعة ساحبة. لا. بعتمد على الارقام الموجودة بالجدول. اذا قيمة الرقم بوزيتف. اليكترون وذي دروين جروب. قيمة الرقم نيكتف. اليكترون ساحبة للالكترونات. في البارا مجموعة دافعة للالكترونات. هلا اخذ. السي افي ثري. من الجدول. سيجما متا سي افي ثري. بتسوي منها بوينت فور سكس. الي هي عبارة عن بلاس بوينت فور سكس. اليكترون وذي دروين جروب. مجموعة ساحبة للالكترونات. السيجما بارا. هاي متا. سيجما بارا. للسي افي ثري. عبارة عن بوينت فايف ثري. او بنكتبها بلاس بوينت فايف ثري. اذا اليكترون وذي دروين جروب. لاحظنا انه السي افي ثري بالميتا والبارا هي مجموعات ساحبة. بينما الاليثوكسي كانت مرة مجموعة ساحبة ومرة مجموعة دافعة. هلا بنيجي للاناتش تو. الاناتش تو من الجدول. سيجما متا اناتش تو مينس بوينت او ناين. اذا مجموعة الالكترون دونيتين جروب. بالبارا. البارا اناتش تو مينس بوينت ثري زيرو. الالكترون دونيتين جروب. اذا الاناتش تو سواء في الميتا ولا بالبارا. هي مجموعة دافعة للالالكترونات. السي افي ثري بالميتا ولا بالبارا مجموعة ساحبة للالكترونات.razainوت turn C2H5O الى اخذنا قبل شوي كانت مرة مجموعة دافعة ومرة مجموعة ساحبة. او او ساحبة بالالكترونات بناء على القيمة الموجودة من الجدول. اذا كانت القيمة مجموعة القيمة. positive إذن هي electron with the drawing group إذا كانت negative هي electron donating group هلأ نرجع لمعادلة همت اللي هي عبارة عن logarithm k على k نود بتسوي لنا رو سيجما المعادلة اشتقناها من تحلل هذا الحامض بالماء عطاني هذا الأيوان مع ال H بلاس في حالة إني بدي أرسم logarithm k على k نود مع سيجما باللاحظ انه هنه زيرو ما فيش تأثير هذا negative هنه positive ايش معنى negative هاي المجموعات هن electron donating group مجموعات دافع الالكترونات هاي المجموعات الموجودة في هذا المكان قيمتها positive هي electron with the drawing group مجموعات ساحبة الالكترونات هذا السلوب اللي هو الro أنا رسمت السيجما ضد إيش لوقاريتم k مع k نود ضد السيجما إذن المجهول إيش بكون الro الro طلع السلوب السلوب positive slope positive slope معناته negative intermediate هاي الانترميدات negative إذن لما يكون عندي السلوب positive slope معناته إيش negative intermediate أوكي رسمنا لوقاريتم k على k نود ضد سيجما والمجهول رو طلعت عندي الرسمة بهذا الشكل هاي الزيرو سيجما وهاي القيم بالناقص وهاي القيم بالpositive هاي معناته electron donating group هاي electron with the drawing group طلح هذا السلوب السلوب positive slope معناته negative intermediate intermediate هاي السلوب plus 1.0 negative intermediate وعندي indirect resonance لأنه هاي هذا الايون السالب قدرت أنقله رابطة مزدوجة انكسرت هاي فأعطاني هاي indirect resonance إحنا كيف طلعوا السيجما عندهم logarithm k مع k نود هذا من المختبر والk نود من المختبر والk نود من المختبر والk نود من المختبر والرو افترضوها بتساوي واحد قدروا يحسبوا ايش السيجما فطلع عنا الجداول اللي اللي هو الريدي بنستخدمها هادي اول معادلة اللي هي معادلة تمت اللي هو جاري تمكي على k نود بتساوي لنا رو سيجما ومثل ما حكينا بما أنه الرو واحد positive slope إذن معاندي negative intermediate هلا نرجع للمعادلة تابعة تهمد الأساسية اللي هو تأيون الكاربوكسيليك أسد بالماء أعطاني الايون السالب مع الـ H plus هلا بدي أدرس effect of methoxy مجموعة الميثوكسي في الميتا position هذا ممكن هيك تيجي أسئلة ماشي عندي الميتا position بدي للـ CH3 بروع على الجدول بكتب سيجما ميتا CH3O هلا من الجدول لقيتها هيا point one zero كيمتها positive ايش معنى البوزيتف electron with the drawing group هاي طلعتها من الجدول سيجما ايش بده تأثير effect of methoxy CH3O في الميتا position سيجما ميتا CH3O هاي طلعتها من الجدول point one zero اذا electron with the drawing group ايش الانترميديات عندي negative ايش بتعمل الـ electron with the drawing group للـ negative بتثبتها increase the stability اذا زادت الاستقرارية increase the rate بالامتحان الترتيب لازم يكون بهذا الشكل سيجما ميتا CH3O بتسوي لنا point zero one zero من الجدول هاي ايش معنى هذا electron with the drawing group الـ electron with the drawing group ايش بتأثل على الانترميديات الانترميديات عندي negative اذا في مجموعة ساحبة بتزيد الاستقرارية للايون السالب increase the stability اذا زادت الاستقرارية increase the rate هذا الترتيب اللي مطلوب منكو بالامتحان ما بصير تحطي للي rate قبل الاستابيليتي ولا بتصير تحطي للي electron with the drawing group بعديهم بطلع السيجما من الجدول بعرف انها electron with the drawing ولا electron donating بعرف تأثيرها على الاستابيليتي وبعرف تأثيرها ايش على ال rate واضح نرجع على المجموعة اللي هي effect of CH3 في البارة بوزيشن عندي من الجدول سيجما بارة CH3 تسوي لماينوس point one four هذا من الجدول هاي بمئنها ماينوس اذن electron donating group مجموعة ايش دافعة المجموعة الدافعة عند الانترميدات ايش نيجاتيف اذن بتقلل الاستقرارية decrease the stability وبديكريز داريت اذن اذا كانت عندي قيمة نيجاتيف السيجما بارة CH3 من الجدول ماينوس point one four هي مجموعة electron donating ايش بتأثر على الاستابيليتي بتقلل الاستقرارية وبتقلل ال rate اذن انا اعتمادي دائما بدرس تأثير المجموعة هل هي دافعة ولا ساحبة بعدين بكتب انها electron with the drone او electron donating بعدين ايش بتقرر على الاستابيليتي دائما اي اشي سالب المجموعات الساحبة بتزيد استقراريته وبتزيد ال rate اي اشي دافع للالكترونات على السالب بتقلل الاستقرارية وبتقلل ال rate اوكي فلذلك انا ما بدي احفظ اي شي بال physical organic مادة كثير سهلة بس تعتمد على الفهم ما بدي اضيق ولا محاضرة بدي ادرس المحاضرات بالتسلسل وعلى فكرة مادة المادة اللي بتم امتحن فيها الامتحان الاول داخلها بالامتحان التاني داخلها بال final يعني ما في عندي والله مادة الفيرست وبعدين مادة السكن بعدين مادة الفاينل لا هاي المادة بالذات اللي بناخذ اول الفصل داخل بعمال الفصل كامل سواء اعملنا first و second مادة الفيرست داخلة بال first ومادة الفيرست داخلة بال second ومادة الفيرست داخلة ايش بال final ومادة السكن داخلة بال second وماداخلة بال final اذا المادة كاملة مطلوبة باي امتحان مادة الفيرست باخذ لوين وصلنا مادة السكن مادة الفيرست وال second مع بعض مادة عمال الفصل على فرض عملناها الكوكوزات لأعمال الفصل بتكون كل المادة داخلة والفاينل طبعا كل المادة مع بعض المادة ما تحفظوها حفظ وبنعتمد دائما على الجدول اللي هو اريدي هذا أنا مصوريه لكويا ومثل ما حكيت هذا الجدول عندي هنا اللي هو سبستورتي وانتي جروب أسماء المجموعات بعدين هنا الستركشور تاحهم بعدين هاي السيجما ميتا والقيم بأخذها من السيجما ميتا إذا كانت المجموعة سيجما يعني مثلا هاي الماينوس هاي الماينوس هاي الماينوس هاي الماينوس هاي الماينوس هاي الالكترون دونياتينج جروب البوزيتف كله الالكترون وذي دروينج جروب مجموعات البوزيتف مجموعات ساحبة الالكترون وذي دروينج جروب النقاتف مجموعات إيش دافعة هلا بنيجي بالنسبة للبارة نفس الحاجة هاي سالب 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 هايه كل السالب الالكترون دونياتين جروب استخدمنا سيجما ميت أو سيجما بارا بالهمت فقط هاي سيجما بارا بلاس أو السيجما بلاس بارا والسيجما ماينس بارا هاي راح ناخدها بمواضيع تاني بعدين الـ F عبارة عن الـ Field Effect الـ R Resonance السيجما آي سيجما إندكتف والسيجما آي سيجما رزونانس هذا الجدول راح تظل يتصور معكو على طول عطيتكو إياه بالمحاضرة السابقة وهلا راجعتو مراجعة بس ما عملت له سبميشن على الجوجل كلاسروم لأنه قد عطيتكو إياه في المحاضرة السابقة أوكي معادلة هامت بدي أعرفها بالظبط logarithm K على K نود بتسوينا رو سيجما الـ K هي عبارة عن للمركب لما يكون عليه مجموعات معوضة في الميتا ولا في البارا الـ Ortho بنستثنيه لأنه الـ Ortho فيستيريك إفكت بعدين الـ K نود اللي هو سرعة التفاعل بدون أي مجموعة ما علي والإشي كلهم هيدروجينات الـ Rho حكينا الـ Rate Conistant الـ Rho اللي هو Reaction Conistant آسف Reaction Conistant إذا كان positive معناته negative intermediate إذا كانت الـ Rho negative معناته positive intermediate هلأ بنجي على السجما السجما اللي هي substitute Conistant اللي هي ثابت المجموعة إذا كانت ثابت المجموعة positive معناته electron with the drone group مجموعة ساحب الـ Electron negative electron donating group شرط كل الدراسة تاعت همت إكوشن إن يكون عندي indirect resonance يعني عندي حلقة منزين مشبوكة عليها مجموعة مثل الـ C double bond O O minus هاي المجموعة ما بقدر أدخل الـ Resonance داخل الحلقة فمنسميها indirect resonance لما يصير عندي direct resonance نستخدم modification همت إكوشن تحوير وتعديل همت إكوشن سواء أستخدم sigma plus بارا sigma minus بارا أو field effect Resonance sigma i sigma r هاي كلها رح نلاقشها بمعادلات همت سايري لها تعديل يعني modification of همت إكوشن أو همت إكوشن derivative أو مشتقات همت إكوشن فلذلك بدنا نظل نسمع همت إكوشن منها لآخر الفصل أوكي وبنبني عليها كيف الميكانيكيات يعني أنا لما أعرف الـ Rho positive وحكينا إنه negative intermediate معناته الـ Intermediate اللي عندي هو carbon ion لو كان عندي الـ Rho negative معناته الـ Intermediate هو positive معناته carbon ion فلما أقترح ميكانيكية بدأ أقترحها على حسب النتائج اللي طلعت عندي هل أقترح الميكانيكية positive intermediate أو negative intermediate أو free radical بتعتمد على إيش النتائج اللي ظهرت عندي من همت إكوشن هذا الجدول هذا الجدول بدو ظل معنا بمادة الفيرث ومادة السكن وعمال الفصل والفاينل اللي بنحتاجه في كل امتحان الجدول ما رح أعطيكم إياه هي موجودة عندكم تعملوله برينت وبيضل معك بالامتحان سواء الامتحان وانت في البيت أو الامتحان وانت موجود في الجامعة مثل الامتحان الفاينل بدو هذا الجدول يكون معك يعني بنصور لك إياه إذا كان الامتحان ورقي بصور لك إياه وإذا كان بدي أعمل لك إياه آآ اونلاين برضو بصور لك إياه وبعضك إياه وانت داخل على القاعة أونلاين مثل ما حكيت مادة الفيرث داخلها بمادة السكن داخلها لانكو تراجعوا هاي المادة تقروها بالتفصيل مرة واثنين وثلاث تتعمقوا ايش بتعني الكي ايش بتعني الكي نود ايش بتعني الرو ايش بتعني السيجما المرة الجاية بحاول اعطيكو امثلة تطبيقية على هامة اكويشن اللي نهضم هاي المعادلة على اساس نبلش بالموديفكيشن او اه تعديلات هامة اكويشن انه لو ما كان عندي ان دايركتل رزونانس على فرض لو كان عندي اشي تاني ايش استخدم له ايش المعادلة المناسبة ايش اللي راح يصير فلذلك رجاء 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 تدرسوا المحاضرة مرة واثنين وثلاث تهضموا اللي فيها على اساس نقدر نبني بالنستقبل على هاي المعادلة كل الشغلات اللي بنحتاجها في هامة اكويشن اللي راح تمر معنا بالمستقبل الموديفكيشن تاعت هامة اكويشن واللي على اضوها راح اقترح الميكانيكية بعد ما اكون طلعت الداتا من كل الشغلات اللي حكيت بمحاضرة السليباس اللي اخذتها اول مبارح اوكي فلذلك بدنا نحاول ندرس المحاضرات اول باول مثل ما انا مرقم الكم اياهم محاضرة واحد محاضرة اثنين محاضرة ثلاث محاضرة اربعة محاضرة خمسة محاضرة واحد ممكن أجيب منها أسئلة محاضرة اثنين ممكن أجيب منها أسئلة أي مادة شرحت أو أي مادة متعلقة باللي بنحكي ممكن تيجي عليها سؤال فلذلك رجاء 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 المادة كتير سهلة ما فيها حفظ لن أطلب منك كتابة ميكانيكية بنهاية الكورس لا لكن من الداتا اللي بحصل عليها ممكن أقترح ميكانيكية معينة لتفعل بكف فيديو يوم لهيك بتمنى لكم يوم سعيد وهبي ويك اند وإن شاء الله بنلتقي بالمحاضرة القادمة إذا ربنا بعطينا عمر ودرسو كويس وكل شي بتحتاجوه هاي موجودو بحاول أبسط المادة قدر الإمكان لأنني عارف ظروف الإي ليرنينج اللي عن بعد وقود لك للجميع وبيبا